فاكرنا حضراتكم تغريم النادي الآلي 135 مليون جنيه لصالح شركة ميسك اللي كانت متعقدة على إدارة قناة الآلي كان حكم صادر ضد النادي الآلي ابان مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر ولما تولى المجلس الإدارة الحالي المهمة قبل سنتين تعامل مع المسألة بشكل قانوني صريح وفقا للعلاقات المحترمة وفقا للحفاظ على شكل النادي وحقوق النادي وقيمة النادي حصل النادي الآلي على حكم ببطلان التحكيم في القضية اللي شهدت تغريم شركة الآلي للإنتاج العلامي 135 مليون جنيه لصالح شركة ميسك الدولية اللي كانت حصلت على هذا الحكم والنادي الآلي طلع بيان وقتها أشار فيه إلى حكم محكمة استئناف عالي القاهرة دائرة 63 تجاري برئاسة المستشار أحمد نصار ببطلان حكم التحكيم رقم كزل سنة 2014 الصادر ضد النادي الآلي من مركز تحكيم القاهرة الإقليمي ومن ثم ووفقا لحفظ أو لحرص مجلس الإدارة على التعامل القانوني الواضح والصريح شال على النادي 135 مليون جنيه كان عليه أنه هو يدفعها أو يتغرمها لصالح شركة ميسك للإنتاج الإعلامي